أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج مما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فيجريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما أعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحففونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمالي وإنهم إلا ينلون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سجئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم